فجندوا الناس فبيرقبوا العالم كله وعندهم أجهز التجسس بترقب العالم كله فأكيد الأمريكان التقطوا مكالمات على حللوا معلومات بتاعة مواقع التاصل الاجتماعي تيليجرام اللي بتستخدمه تنظيمات الإرهابية داعش تحديداً بيستخدم تيليجرام أكتر حد يعني أكتر تنظيم الإرهاب بيستخدم هو تنظيم داعش فأكيد الأمريكان مرقبين بيحللوا المعلومات فقدروا يحللوا طب ما كنتوا تتكلموا مع الروس وتحموا الناس اللي ماتوا يعني النهاردة منتكلم على مدنيين وهناك تعطف كبير جداً من العالم كله كل دول العالم تعطفوا مع روسيا وكل دول العالم تساند روسيا وتدعم روسيا في الحرب ضد الإرهاب وحربها على الإرهاب لأن القادم يبدو أن احنا هنشوف أيام جاية أصعب من الأيام الماضية غير الثلاث سنين اللي فاتوا روسيا الآن بعد يوم 22 مارس 24 هتكون غير روسيا ما قبل هذا التاريخ افتكروا كلام اللي أنا بقول له حضراتكم روسيا بعد 22 مارس غير روسيا قبل 22 مارس 24 مختلفة هتوجه ضربات كثيرة جداً في أماكن كثيرة جداً الروسي اللي هرده بيعملوا بيجمعوا جميع المعلومات ما دي دولة عندها أجيزة وعندها معلومات وعندها استخبارات قوية جداً وعندها أقمار اصطناعية وأقمار تجسس وأقمار عسكرية وبترصد زي ما بقولوا كده زي ما هم بيقولوا بيرصدوا كل حاجة وبالتالي روسيا بتجهز الوقتي مؤكد لرد والرد هيكون رد كبير جداً هيستهدفوا قادة في أوكرانيا لأنه تم تسريب صورة لأحد الإرهابين المنفذين اتضح إنه أوكراني وخدم في الجيش الأوكراني دي صورة اهي ياهو ده الإرهاب اللي تم الأفضل عليه أوكراني وخدم في الجيش الأوكراني دي الصورة اللي تم تسريبها النهاردة ونشرت النهاردة طيب ده بيعناه ايه أوكرانيا ردت مبارح وحتى النهاردة نعم بريسيس خبارات العسكرية الأوكراني قال لك ليس لدينا معلومات ومناش علاقة ولا ندخل في شؤون روسيا وإحنا مناش علاقة بالإرهاب إحنا بنحرر قضينا وبيع عمليات عسكرية وليست عمليات إرهابية طب ماذا عن هذا الشخص ده الإرهابي ده ده أوكراني وخدمه في الجيش الأوكراني وده طبقا لوسائل الإعلام الروسية الإعلام الروسي هو ما لقاله كده والإعلام الروسي هو اللي نشر ده هم اللي نشروا صورة جواز السفر بتاعت أحد الإرهابيين منافزة العملة الإرهابية بتاعت ابارح وطبعا ده واحد من الأربعة اللي مسكوهم وعايز أقول لكم سحلوهم سحلوهم واعترافات وقال لك حصلنا على تمويل خدنا نص مليون مش عارف كام وقعدونا بدص كمان آخر بعد التنفيذ وقال لك السلاح وقال لنا روحوا المكان ده ونفزوا العملية أي حد قدامكم وقتلوه طب أشخاص بعينهم قالوا لا من يقابلكم اطلقوا على الرصاص عايزين أكبر عدد من القتلى وبالفعل حصل عدد كبير من القتلى يمكن روسيا لم تشهد مثل هذا العمل يمكن تاني أكبر عملية بعد عملية حصلت في أواخر التسعينيات أواخر التسعينيات حصل أيضا هجوم استهدف مبنى في روسيا وقتل فيه يمكن حوالي 200 واحد ده تاني أكبر عملية منذ التسعينيات تستهدف روسيا بعملية إرهابية كبيرة جدا داخل أراضي الروسية طبعا في ناس يقولك هي أجسل الاستخبارات تعمل إيه طب إزاي روسيا ما تبنعش يا سيدي العمل الإرهابي مفيش دولة في العالم تقضي على الإرهاب ويقولك قضينا على الإرهاب بنسبة 100% لا لا فيش حاجة اسمها كده تقضي على الإرهاب آه بس لابد أن تتوقع أنت قضيت على 400 خلية ممكن أن يكون في خلية واحدة تعمل واحد ممكن واحد فرض شخص واحد يعمل عملية عملية إرهابية وبالتالي لا دولة الصديقة أن تقول أنه الإرهاب انتهي من العالم الإرهاب ما انتهيش من العالم الإرهاب بدأ ولن ينتهي من العالم الإرهاب لما ضرب أمريكا في 2001 بأربع طائرات كانت إيه المخابرات الأمريكية رغم أن كانت معلومات عندهم قبلها في شهر يوليو وضربوهم بعدها بشهرين وروح للأمريكان معلومات إلحقوا تنظيم القاعدة هيعمل عمليات بسخدام الطائرات الطائرات الطب الأمريكان عملوا الإرهاب ده مين اللي زرع الإرهاب مين اللي أوجد الإرهاب في العالم بزرة الإرهاب حصلت إزاي مع الإخوان وغير الإخوان طب روح أفغانستان هو مين اللي عمل الإرهاب في أفغانستان ما الامريكان هو من اللي عمل القعدة ما الامريكان مين اللي سلحهم ما الامريكان شوفوا من ايام رونالد ريجان لحد النهاردة ريجان لحد النهاردة من السبعين لحده انت جاي واصناعة التنظيمات الارهابية وتمويل وتسح التنظيمات الارهابية كانوا يصدفوه في امريكا وما زالوا قيادات الارهاب موجودة في الامريكا بالمناسبة يعني قيادات ارهابية مصرية عايشة في امريكا وعندهم جنسيات والناس عليها إعدام أنا بكلمك وأنا بكلمك دلوقتي على هوا وعايشين في بريطانيا قيادات إرهاب موجودة وعايشين في دول كثيرة قيادات إرهاب موجودة تتجول في العالم بس هو الأمريكان الأمريكان بيستفيد من هؤلاء بيستخدمهم بيطوعهم بيتجسس عليهم بيشتغلوا لحسابه طبعا معروفة